بسم الله الرحمن الرحيم يتوجه اتحاد علماء تركستان الشرقية باسم الشعب التركستاني بتحية اجلال وتقدير الى القادة المجتمعين في كوالا لنبور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن اخوانكم من تركستان الشرقية نتمنى لكم ولقمتكم التوفيق والنجاح ولبلدانكم الامن والرخاء وبمناسبة اجتماعكم المباركة في كوالا لنبور نناشدكم باتخاذ موقف واضح وصريح حيال ما يتعرض له مسلم تركستان الشرقية دون مواربة او هروب لانكم انصار المظلومين في كل مكان وانكم تتخذون موقفا ضد الظلم والعدوان وقد حان وقت الصراحة والوضوح تجاه الصين وما تمارسه من اجرام بحق مسلمي تركستان الشرقية لان الصين كما هو معلوم لديكم تمارس ابشع جرائم العصر من انتهاك للأعراض وحبس بالملايين وفصل بين الأبناء والأمهات وتشريد للآلاف وحرق للمصاحف وهدم للمساجد وقطع الأواصر بين الداخل والخارج ونناشدكم بممارسة الضغوط على الصين لإغلاق المعسكرات وإطلاق صراح المعتقلين وإعطاء الشعب التركستاني حقوقهم الإنسانية ونذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء